هون تندم على هاي الفترة ولا على فترة عملك بطيار المستقبل بطيار المستقبل ندمي هو حقيقة على الفترة اللي وصلت لمرحلة القناعة انه لا يمكن تغيير ولا يمكن احداث اي فرق ومعهده وكله بقيت انا بعتقد انه اي متى بلاش تشعر بالندم بطيار المستقبل يعني ادي ضيانة من بعد ما بلاش تشعر كل يوم خليني اقولك يعني من وقت اللي كنت بطيار المستقبل انا صرت بطيار المستقبل سنة الف وتسعمية وثمانة وتسعين نعم ووقتها دخلت عطيار المستقبل لسبب رئيسي لانه طبعا شعرت انه رفيق الحريري شخصية قادر الواحد يتعامل معها ويتماها فيها لكن بالوقت زيته لما انطلع من الحكم يعني خروجه من الحكم وقته اعطاني الانطباع انه انا مني رايح ادفش حالي او الزق حالي بحدا برئاس الحكومة لا رايحين الى مرحلة جديدة للمواجهة ومن وقته بقيت لحيها للنهار اللي بيوقع على التمديد لامير لحود رئيس الشعيد رفيق الحريري فخزلت شعرت انه فيه بخزلان من وقته بلشت تشعر بالخزلان لكن استشهاده خلاني ارجع من جديد انه دفع حياته بالنهاية للانسان رح احكي انا وياك عن هذه الفترة ولكن خليني اسألك حضرتك طبيب ومتل ما قلت نائب سابق ونائب سابق به نائب الامين العام لطيار نائب رئيس طيار المستقبل سابقا وايضا مدرب جودو وهاوي لهذه الرياضة بتقول باحدة مقابلاتك دكتور انه ما حدا من رجال السياسة اليوم بلبنان خرج انه تواجهه صح انا موافق لانه اذا المواجهة هي على المستوى الاخلائيات السياسية ما بيستاهلوا برأيك هذه المواجهة ولا حتى انه بدي اتبارع شو يعني طالما انا ما عندي سعي لا اوصل لمنصب معين من خلال منافسة لكن مستعد ادعم اي شخص محترم لا يكون بموقع لحتى اتماهى فيه مني مستعد غير القناعات اللي انا بعد ما اني ما عملك انا ندمان على الفترة اللي كنت عم دافع عن شغلات ما بالضرورة كانت تتوافق مع قناعاتي بوقت المعواد فهلا بها المرحلة هاي دي ما بشعر اني مضطر نفس حدا على شيء هل قد اعرفت السياسة يا دكتور اعرفت السلوب اللي انا هلا عم بعدني سياسي يعني انا ما بطلع من هالإطار هاي دي ليش لانه المفروض تكون السياسة على الاهتمام بالشأن العام والعمل من خلالها بعدك فاعل بالشأن العام بتخلو من الناس هل طلعتي معاك يا جزء من الموضوع هذا وقالها كنت قلتلك بدي اشتغل بيعياتي مني مضطر اني ضايع وقتي بالنسلي على بيروت لا بعد الاهتمام موجود لكن رؤيتي هي انه لا يمكن اني بالمنظوم اللي كانت قائمة اللي كنت انا عم حاول اني اكون جزء منها ان تقدر تعمل سياسة كانت موجموعة من العشائر والمافيات اللي كانت عم تمارس وعم تتقاتل بين بعضها لحتى تاخد حصة ولحد هلأ بها المرحلة هذي على الرغم من كل الخطر المحدق بالوجود بالبلد ما تغير شيء بالموضوع وبعضه قائم لكن بالوقت الزيته ايضا فيه كتير من الناس اللي عم تدور على الخيارات خارج على الاطار هيدا هؤل الناس انا متستعد اني كون جزء منهم مش بالضرورة لا بالقيادة ولا بالموقع ولا على الاقل لنفكر كيفية اخراج البلد منها المعظم استقلت دكتور من تيار المستقبل على ما اظن بالالفان واثنان وعشرين اذا ما انا غلطاني لماذا فكرت التحق بتيار اخر ما في ولا حزب او ولا تيار بمثلك اليوم او تشكل حزب او مؤسسي صغير يتمثل تطلعاتك بالفترة المقبلة لا انا طلعت لها الموضوع هيدا بس لحد هلا لحد اللحظة هيدا مقدرنا فيه مجموعة كتير من الناس من النخب لكن بقيوا نخب وانا يعني خلينا نكون واقعيين النخب من دون قواعد سياسية واسعة ما بتقدر تشكل تغيير النخب بتقود الرأي العام ولكن وقت اللي بتكون كل واحد عم يطلع انا موان موقعي بهالقصة هيدا بتضيع الطاصة بتصير قضية شخص بانه انا بعمل رأي جمهورية او بعمل رأي سوزراء او بعمل نائب او ما في داعي لهالشغلة كلها انا بتربط هيدا الموضوع بالمنصب بالدولة صحيح رابط هالقضية النضال السياسي او السعي السياسي خليني انا ما احب استعمل حتى الكلمات اللي بتذكرنا بالعهد الماضي السعي السياسي اذا يعني اذا دايما كان مرتبط بالشخص او بشخصانية الوضع بتقدي انه الباقيين كلها تنسوا طيب ليش انت مش انا هذه الامور في نخب كتير في ناس محترمة وفي ناس ناطرة كمان نفس الوقت لكن للأسف بعدنا كلنا سوا على الطريقة اللبنانية كيف مين بديوا تصدار وكيف انا فكري هو اهم من فكرك والاعتراضات بعض الاحيان والانتقادات بتكون على الشغلات هامشية فبتنزع كل امكانيات انه يكون بمجموعة واحدة لكن انا هلأ قدام من هالمنبر انا منفتح ان يكون جزء من اي مجموعة يقودها حدا تاني محترم وعنده هره وبمثل تطلعاتك بدي اسألك بدي يروح على تاني فقرة ولكن قبل عندك بعد تواصل مع القوى السياسية بالبلد يلي كانوا حلفاء او ما كان يسمى ب14 ازار بعد فيه تواصل نعم فيه علاقات يعني اول شي فيه جزء من علاقات شخصية وفيه علاقات حوارية تنتقدن على مواقفهم مثلا القوات اللبنانية دايما دايما وحتى يعني هذا اثر على حميمية العلاقة بمرحلة من المراحل بمرحلة من المراحل كنت فيه علاقة كتير وطيدي لكن مع الوقت انا مني من النوع اللي بتطلع بقول انه ما في منك وما في احلى منك وانا قلت مرة لبعض الاصدقاء بالقوات اللبنانية قلت لهم اذا كنا ديمقراطيين حدا منكم بيسترجي يقول جرافات زعيم القوات اللبنانية لون منه حلو طالما ما حدا قادر يقول اشي هيدا فمعناتها نحنا منا بحراك ديمقراطي انا بشعر بحرية القرار خاصة بعد ما طلعت من تيار المستقبل مع اني ما فأت هالموضوع هيدا بضم تيار المستقبل كنت انتاد تيار المستقبل ورئيسه وتصرفاته وانا وانا لك حتى انا كنت هنا لكن بعدين صرت حر اني اعمل حر اكتر بابداء رأي اشتركوا في القناة